كشف مدير العلاقات العامة والاتصال بالمديرية العامة للضرائب أن رقم الجباية العادية المحصلة في ارتفاع مستمر من سنة لأخرى حيث بلغ سنة 2016 ما قيمته 1700 مليار دينار مقابل 3000 مليار دينار من الجباية البترولية وهو معتبره مؤشرا إيجابيا أحمد محمود رصد تالي بالنسبة للضرائب المحصلة خلال سنة 2016 يمكن نقول أنه بالنسبة للجباية العادية فهي في حدود 1700 مليار دينار جزائري والجباية البترولية المتوقعة في قانون المالية سنة 2016 هي في حدود 3000 مليار دينار جزائري هنا نذكر بأن الكفة بدأت تنقلب والمداخيل الجباية العادية أصبحت تشكل الجزء الأكبر من ميزانية الدولة هذا عكس ما كان عليه في السنوات الماضية